حسنا بكم في النشرة الرياضية خسر منتخبنا الوطني لشباب لكرة اليد أولى مبارياته في الدور الثانية ماما شقيقه المنتخب السعودي بـ 27 هدفا مقابل 23 ضمن منافسات البطولة الأسيوية الخامسة عشر والمؤهلة لنهائيات كأس العالم وبهذه الخسارة بات المنتخب بحاجة للفوز على الأردن وقطر للدخول في حسابات النقاط والأهداف وبالتالي الحصول على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبية عزز فريق الأهلية المنافس بدورية الدرجة الأولى لكرة القدم صفوفه وذلك بالتعاقد مع المهاجم عبدالله جناحي قادما من فريق الرفاع الشرقية حيث وقع اللعب رسميا على عقد انتقاله لفريق الأهلي بحضور أحمد العلوي أمين السر العام بالنادي اشتركوا في القناة